آخر الكلام آخر الكلام آخر الكلام مع عمد تحية حب ومودة أينما كنتم أو اغتحلتم داخل الوطن أو خارجه أهلاً وسهلاً بكم ضيفي هذا المساء هو صديق وعندما تلتقي بصديق بعض الهموم ترحل بذاتها لذاتها هو ساخر وساحر بامتياز ينتمي إلى مدرسة شارليد شابلين وأكثر فيه من سحر الشرق ما فيه يتحدث بلغة عامة الناس يثير أسئلة المتقفين جورج خباز يحمل الفرح بين ثنايا كلماته يداعبك لكي تفكر أكثر تفرح تنتشي وتحبه وترقص أيضاً مع بعض ألحانه هذا المساء مرة أخرى ضيفي جورج خباز عسلامة حبيبي مرحبا مرحبا لبس حمد الله حمد الله جورج السينمائي السينما استطاعت مع جورج خباز أن تحمله إلى آفاق أوسع من المحلية لا أقول ذلك متهماً المسرح فجورج بدون مسرح سرقنا منه أكثر من 90% لا فقط أرد أن أقول أن السينما نجحت فيلام ما لم يفشل فيه المسرح لأنه كلنا نحب جورج المسرحي لكن تعرفنا عليك أكثر خارج اللبنان في السينما والفيلم الأخير أحدث ما أحدث من زوابع لن أقول في فنجان أو كأس أو في سحب حدثني عن ما بعد هذه الزواب أول شيء تعرف السينما عابرة للقرات والسينما أهين تتنقل من المسرح المسرح إذا بدك تعرض برات لبنان بدك تحمل الفريق كله سوى مع التقنيات مع الإضاءة مع الصوت مع الدكور يعني في مشروع نقل المسرح من بلد لبلد أصعب بكثير من السينما السينما بتصور هالفين وبينقل عبر الدي سي بي أو عبر المنصات تواصل اجتماعي لا مش تواصل اجتماعي المنصات يعني الناتفليكس أو شاهد أو المنصات يلي صارت هلأ بتفوت السينما على البيت مثل ما بيقوله حصوصك بعد السينماات القاعات حتى قبل الأزمة الصحية هي كانت تغلق السينما القديمة في أغلب بلدان العالم طحيح وأنا بعشاء السينما من زمان أول شيء كمشاهد وكوني ممثل بحب أشتغل السينما ولكن كنت انطقي إذا بدك الأعمال لأنه كان المسرح مكفيني معنويا وماديا بحكيك بكل صراحة وشهرة طبعا طبعا أنت كل يوم لقاء مع خمسمائة ستمائة شخص يومك 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 يعني في نشوة معنوية ولا منظر آخر فني بعوض لك هذه النشوة المعنوية بس السينما كمان في إلا خصوصيتها وإلا هويتها الغاصة وإلى رحبتها وإلى جمالها وإلى أبعادها وإلى وإلى لغتها العالمية يلي بتشوفوك بالمهرجينات وبتروح وبتشوف مخرجين وفيلم مايكرز من عدة بلدان عدة سائفات في تبادل سائف كثير يعني صاروا شايفين لغة فيلم مايكز خسرنا جورج المسرحي صناع أفلام صناع أفلام بقى العمقلك هو أنه فيلم أصحاب ولا أعز قدر يوصل أول شي بيجمع أسامي كتير كبيرة الفيلم من ناحية الإخراج والمسلين وإلى آخره ما في داعي نقول لأنه كلهم أصدقاء القائمة تطول القائمة تطول وكلهم نجوم والناس شايفوا الفيلم هلأ الجدلية اللي عملها طبيعية أنا كنت عارف من أول ما قرأت سكريبت وهو بتعرف أدابتيشن هو أغلب اللي عملوا المشاكل اللي ما شفوا الفيلم مية بالمية هو اقتباس عن فيلم إيطالي معمول منه 19 فيرسيون 19 نسخة هذه النسخة 19 النسخة العربية اللي أنتجتها ناتفليكس فأنا باختصار شديد بقول بالنسبة للجدلية كل عمل مشهدي ما بيطرح جدلية بيكون نائس وأنا كنت متوقع أنه يصير فيه جدليات كبيرة ونقاش حول هالفيلم لأنه بيدوي على تابوه بيدوي على إذا بدك محظورات نحنا ما فينا نحكي فيها بالعالة شو دور اللعبة المشهدية واحد عم بيقول إيه واحد عم بيقول لأ والساتنين عم بيقولوا إيه صفة محاضرة والساتنين عم بيقولوا لأ صفة مظاهرة قامتن بيصير مسرح هاي بنعيد لو اتفق لو الاثنين قالوا نعم نعم صارت محاضرة عم نحاضر ولو اختلفوا الاثنين لأ ولا صارت مظاهرة مش اختلفوا الاثنين والمتفقين على لأ صفة مظاهرة بس لما وعنا بيقول إيه وعنا بيقول لأ صفينا باللعبة المشهدية الفنية وهذا دور المسرح أو دور الفن المشهدي فكل عمل ما بيطرح اشكالية أو جدلية بيكون ناقص بمكاننا هل الجدلية يعني مثلا انت كذلك في كفر نحوم أثركم جدلية كبرى نعم طبعا بكل عمال أثرنا جدلية هو انك تنقلها واجس الناس وصراعاتها وطنقضاتها وجدلياتها هيدا دورك انت شوف 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 يعني انا مني مصلح اجتماعي بس انا علي انه اعزل وضو يعني انا بيقول لهم العمل الفني مثل الواحد نزل على شط بحر مليان بحص مليان عرفتوا هيدا الزلط الحلو عرفتها لي ملايين بتاخد واحدة منه تغسلها بتحطها ببوكس ازاز بتضو عليها صفة كيان بحد زيتها هي موجودة بلا جميلتك لا جديد تحت الشمس ولكن انت دورك كفنان تعزلها وتضو عليها ما يعجبني فيك يا جورج انه انت عاشق للبساطة بتريد ان تصل الى الجامعة تهب اللغة البسيطة لكن كلما جلست اليك وسألتك عن لماذا هذا المشهد الا ووجدته فلسفة الا وجدت انه جورج عنده رؤية مش قصة فلسفة مش قصة فلسفة بس عندك رؤية قصة انه في دواعي تأعمل العمل يعني فيه شي عم يغلي عطول يسأل حالي ثلاث اسئلة ليش بدي أعمل العمل ليش ليش فيه شو الدواعي شو اللي عم يغلي جوته تاني سؤال كيف يعني كيف بدي قارب هذا كيف بدي قارب هذا العمل بأي لغة كيف بدنا يعني بأي لغة فنية وتالت سؤال والأهم شو شو بدي يقولها العمل عشو عم بيحرد هل هو عم بيحرد على الجمال على الفرح على الحرية أنا برأيي هذا دور الفن وأساساً هو محرد هو محرد لا لا هي دور الفن محرد على الجمال وعى الفرح وعى الحرية وما أحوجنا إلى الجمال والفرح والحرية في عالمنا العربي في هذا الزمن تحديده جورج المغني جورج أو الملحن جورج والكاتب جورج في السينما هل سنرى بعد شوي بعد تجربة الفيلم والاقتباس وإنت عندك تجربة متراكمة في السينما وقفت أمام نديل لباكي ودريد لحام وكل هذه الأسماء هل سنرى جورج الكاتب السينمائي المثير للجدل أو صاحب النص المثير للجدل أو صاحب النص الذي يقودنا لكي نندهش أمام جمالية ما أمام موقف كان عندي تجربة كان عندي تجربة بالكتاب السينمائي بفيلم غد فيلم أخذ سوكسا كبير وراح بمهرجنات عالمية وأخذ جوائز وكمان أثر جدلية لأنه بيحكي عن النظر المتخلف للمختلف مختلف بكل أنواعه فعندك كانت تجربة وهو مختلف حلو هون نحكي عن ما يسمى مصيبة مثلا في مجتمعات لأنه عندنا أحد بندوي الإحتياجات الخاصة يعني نحن منعلم الناس أنه يغيروا الكلمات بس بس يغيروا الكلمات بس يعني بس يغيروا الزهنية يغيروا النظرة اللي عم نحكي عننا المتخلفة للمختلف للمختلف مش بس عم نحكي عن الإختلاف الشكلة اختلاف الديني والمعتقدة والفكرة والطايفة والعرقة والاجتماعي وكل هؤذي الإخبار اللي نحن عم نعاني منه خاصة بعلمنا العربي عم تسبب لنا حروب في بعض الأحيان في أكثر الأحيان دم المصيبة أنه نحن نعتقد أنه هالمشاكل الاختلاف والعنصرية هاي للغرب يا خي هاي مشاكلهم هما مش مشاكلنا ما عنا هالمشاكل هاي مشاكلنا نحن لا ما عنا يا جورش طيب طيب منوقف الحلقة طيب منوقف الحلقة كان يحب الموسيقى كتير ما في شي سحره إلا الموسيقى موسيقى بناتي صار عنده الخي أحلى شاب بكل الحي جوات عيونه مصغار خب سرار اخبار كتار حد بتحكي القريبة بسرح دمعة غريبة هيدا ابني حبيبة حبه ما بعرف قدي صار عنده الخير آخر الكلام يعني عنده لا تخشى تقول وتواجه الحقيقة طبعا وهلأ عندي فيلم تاني عم حضره اسمه الواوي كمان بيحكي عن البيئة الحاضنة قداش البيئة الحاضنة بتأثر ببناء الشخص فيه هو نفس البيئة الواوي يعني غير اللبنانيين وغير السوريين يعني أنا أعرف ماذا تعني الواوي يعني هو مش الزئب الواوي ابن آوة ابن آوة هذا هو حلو ابن آوة خلاص طوعا نفس الإيد اللي بتقتل أو بتسرق أو بتقزي فيها تكون إيد رسام أو إيد شاعر أو إيد بيانيست لو لو ربياني ببيئة تانية أو خلقاني ببيئة تانية حاضنة لهذه الطاقة تعرف يا جورج أنا في بحث عن بعض شخصيات الإجرام الكبرى أو السياسيين الدكتاتوريين الكبار منهم أدول فتلت يقال أنه أيضا فيهم جانب نرجزيتهم يقودهم إلى مستويات فنية عالية عندهم تذوق للأوبرا للرسم بس عنده هالانفصام أنه يقوم ويقتل ويذبح ما في شر بالمطلق وما في خير بالمطلق أكتر كلمة تشرح معنى الإنسان هي كلمة إنسان باللغة العربية لأنه إنس بلوس إنس إقال إنسان فنحنا اتنين لا حلو هاي لا تعرف يا أنت تفاجئني من عيدة من عيدة إنسان طبعا طبعا وهو قريب من أنسيان أنت بصراع بين ترابيتك وبين روحك ترابيتك المحكومة بالألم وروحك المحكومة بالأمل فأنت بصراع دائم كل الوقت هلأ البيئة الحاضنة شروط حياتك يعني مجموعة قصص بالحياة بتغزي إنس على حساب إنس بس ما في حدا خير بالمطلق إلا الإديسين والأمبياء وما في حدا شرير بالمطلق يعني مثل ما كانوا يصوروا لنا مثلا محمود الميليجي ما شر مطلق لا ما فيه فيه للشرير وإشان هايك إحنا عنا بالدراما إذا بدنا نتطور لازم ما نكتب شخصية عندها صفة مطلقة أو هاي هي يعني هدا خير عمير شحزايت أو هدا شرير ما فيه أمل منه لا كل إنسان فيه يراوحوا بين ذاكا وهذا مية الاثنين بس بنسبة متفاوضة طبعا حسب شروط حياتك فلفل الذي تكتبه أنت عم نحكي عن هاي البيئة الحاضي يعني عن الإنس والإنس فستكون مخرج أم صح بالناس؟ أنا لا الكاتب بس والممثل الأساسي إن شاء الله رح نصور بالصيف لأنه أخذوا شركة الصباح أخذتين خلف مبروك مارسي جورج إنت ملاحظ إنو نحنا في كل هالأسئلة من نقطة طلق هذا الحوار لما نتحدث عن المسرح آخ يا عمد شو دي خبرت المسرح، إنت بتعرف قديش المسرح بيعني لي أنا فرحان إني بستقبلك بأول مرة على مسرح على مسرح أصلا وشفت دخلتك غنيت نطيت عبط رحت أول ما بتشوف الخشب والإضاءات الحلوة جورج اللي كان صبي أربع سنين بلش أول دور إله بيرجع وبينبسط جورج المسرح، جورج الخشب، جورج بس الستارة بس فار شو صير هلأ؟ من سنتين على الأد أدهر لألفان وعشرين وقفنا قصريا بسبب كورونا وكان عنا أمل نرجع بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين ومدت سنتين لعلق بهالوقت بلبنان صارت الأزم الاقتصادية الكبيرة معا وارتفاع الدولار وكلها والإخبار فما في بقى كيف بدي سعر بطاقة أنا مسرحي لكل الناس ممنوع نحرم حدا من المسرح يعني أنت بلغة أخرى دعني كصحفي أقولها بلغة تلامس قلوب الناس استحى أو أستحي أن أجعل ثمنا لتذكرة وعمل فني أكثر مقدرة يكسر قلوب وجيوب الناس طبعا جورجو ما فيني ما بحبك طبعا أخرج في هذا الفاصل مع هذا الممثل الكاتب الصديق الحلو هذا الفاصل عنه وله وبموسيقاه وبنصه ولكن من عزف صديقي جاد طبقوا معنا أخر الكلام شدت الدنيا يا حبيبي وإنت منك هون دنيا من دونك يا حبيبي لا طعم ولا لون شتويناش في بدونك برد الصيفي بل عيون وجودك بحياتي بحياتي غير مجرى الكون وإنت منك هون شدت الدنيا يا حبيبي وإنت منك هون دنيا من دونك يا حبيبي لا طعم ولا لون شتويناش في بدونك برد الصيفي بل عيونك وجودك بحياتي حياتي غير مجرى الكون وإنت منك هون جورج فسنتين وإنت بعيد عن المسرح إيه؟ كنتنتظر إنه عشرة ديئة خمستاشر يوم شهر بس سنتين هل تصورت أن يمر من حياتك سنتين بلا مسرح؟ لا وصار في شوق كبير بس بحقيك صراحة أهم من كل الأسباب اللي تلك عنها ليش مش عم بعمل مسرح هلأ؟ لأن خي عن شو بدك تحكي؟ ما فيك تحكي عن شي عم يحكي عن حيله هالأد تطلع صغير أمام عظمة هالوا واقع الواقع رغم غدأتي؟ طبعاً مش عم بحكي عظمي بالمعنى الإيجابي نبارة؟ يعني أصلاً معنى والجملة وإذا ما حكيت عنه كمان بتطلع جاي من الفضل فعننا حيري هلأ كمسرحيين أنا شخصياً أنا صعيد شخصياً أنه عن شو بدنا نحكي؟ شو بدنا نقول؟ صراحة كتبت ما بيخفي عليك فرقت للكتابي كتير وأنا الكتابي لقلي تيرابي نوع من علاج نفسي وتنفيسي وتنفس بنفس الوقت ترافقها ساعات القراءة جورج؟ طبعاً أكيد أكيد أطول أنا مدمن قراءة وكتابي فهذا اللي صار يا صديقي هلأ نحنا أنا قاعد عم بتفرج بحكيك بكل صراحة لنقدر نطلع لك لما واحد بيكون مريض ما بيكتب مذكراته على المرض إلا ما يشفى طالما هو بالمرض ما رح يقدر ملهي بيبقى ملهي بتطور المرض والأعراض وإلى آخرين لما بيقطع هالمرحلة وبيشفى بيبلش يكتب عن هالمرحلة بيصدق وبينضج أكبر فنحنا هلأ بمرحلة مرض كبيرة بتمنى بكرة إذا بدنا نعالج هالمرحلة تتحدث عن أكثر من لبنان عن العرب وعن العالم عن كل العالم ووجدت حرب أوكرانية ما تفوتني بالسياسة لا ما بحب اوكي أنا ما بحب بس أنت كل ما تحدثت عنه هو سياسة لا نصوصك يعني عندما تحدثت أنا تحدثت عن الأسباب النتيج هي سياسي الأسباب هي خلل اجتماعي وإنساني فلا ما حكيت سياسة لا ما بفوت بزواري بالسياسة الدقيقة ما بحكي بالنتيج ما بحياة تحكي بالنتيج أنا بحكي بالأسباب اللي عم تسبب لنا كل هذه المشاكل خاصة بعلمنا العربي وبلبنان أنت قلت لي مغرانو حتى أصلاً لا تؤمن أنه الفن يقدم حلول نهائية طبعاً بالكاد يضوي ويحط الأصبع على الجرح لأنه مرأة فنانين كبار قبلنا بكتير وأهم منا بكتير بكتير نحنا نقطع ببحرون وما تغير شيء لو بدت شتي كانت تغير لو كان نحنا بعلمنا العربي أنجا الفن بحط الأصبع على الجرح وبس يعني منبر وفرصة لألنا هل تتعود إلى تشارلت شابلين من وقت إلى آخر؟ طبعاً 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 لماذا لنكف أن نتعلم عنه أو منه؟ لأنه فنان كبير وشامل وصاب كل الهواجس الإنسانية بالعمق فبتلاقيه مرجع بعده مرجع خاصة بالكوماتيا السوداء هل المحلية هي ملجأ أنك تجدد في الفن؟ ما في شيء اسمه محلية خليك تختلف عن شارلت شابلين وأسلوب تناوله؟ لا يا صديقي ما في شيء اسمه محلية أنت لما بتحكي عن هواجس إنسانية يعني المشاعر صح ما في محلية أنه الحزن والفرح والألم والأزمة والمرض بس مجبور تحافظ على هويتك لأنه نجيب محفوظ لمن أخذ جائزة نوبل للأداب جائزة آلمية بس كلك تباته على الحارة المصرية بهويتها المحلية المحلية ولكن جوه الهواجس والمشاعر الإنسانية والقواصم هي ذاتها ونختلف الزمان والمكان طبعاً بعيداً عن التشبيه يعني أطينا مثل نجيب محفوظ الكاتب الكبير تعودي للمسرح بعد سنتين كيف سترى أنه ممكن قريباً؟ هل كمان أنه السينما أخذت؟ أخذت؟ لا بالعكس يعني ليس فقط الأزمة لا لا عماد لأنه وقف المسرح أنا تفرغت للسينما والتليفزيون فترة اللي كان فيها مسرح أنا كنت أرفض كتير عروض وأنا شاهد على ذلك بمصر وبسوريا وبلبنان حتى إن كان تليفزيون أو سينما يعني وأنا أحاول محاولة عديدة أن يأخذك من للمسرح شوي برات لبنان مع أنه وجمهورك يكبر جمهورك خارج لبنان يكبر بشدة يا جرش يعني أنت مقصر ومذنب وعليك ألف حق أنك لا تعطي لمن يعشق هذا المسرح وهذا الإبداع في المغرب في تونس في مصر يعني مصر اسمك يكبر جرش جاي الأيام الله رضي حبيبي يا عماد جاي الأيام تعرف أنا مبسوط أنه هالحالة ها المسرحية المتواضعة أنا بالنسبة إلي يعني كبرت بشكل أورغانيك بدون كيميوية وبدون إعلام وبدون بهرجات حوليها هي لحالة فرضت حالة على الأفراد والأفراد تخبر بعضها يعني التقافة الحلوة أنت تؤمن أنه التقافة الحلوة والعمل الجيد والناس الجيد يفرض حاله أكيد يعني لست متشائما أنه في زمن الرداءة والإنحطاط وزمن التفاهة ما في وقت ما في زمن رداءة كل الأزمنة رداءة وكل الأزمنة فيها الناس اللي بيحاربوا هالرداءة قد يختلف معك صديق يا دكتور جمال فياض بعد قليل يلا هلا بنحكي نحن وياه أنا بعزه وبيحترمه كثير لدكتور جمال حقيقة وستحاورك الإعلامية في تجربتها الأولى في الإعلام الفنانة أميمة الخليل هايدي حبيبة قلبها هايدي كل الالتزام بالفن وبالإنسانية وبكل شيء أنا أميمة كثير بتعنيلي كلبناني كثير تعنيلي آخر الكلام ليس كلاما أخيرا وإنما هو مقدمة لما هو أجمل سنخرج في هذا الفاصل الموسيقي ثم ننتقل إلى مستوى أعلى أو مختلف مع جرش خباز كلما ألتقيته أحببته أكبر آخر الكلام موسيقى كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدا تتجوز تتركني وتفل كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدا تتجوز تتركني وتفل ربيت بدموع العينين ربيت بالنقد وبالدين بيجي واحد مدر من عين بياخدها وبيفل شو غنيت لنا تنام باليالي الشتوية وعديتن عد الأيام تصارت صبية طهرت تعزبت سنين كرمها العيون الحلوين ولما صارت بالعشرين عريس الأفلي طلب تياخدها ويفل كبرت كبرت البنوت كبرت ست الكل صار بدا تتجوز تتركني وتفل ربيت بدموع العينين ربيت بالنقد وبالدين بيجي واحد مدر من عين بياخدها وبيفل رح تروح وهي دي كل القصة بعرسك قلبي بهديكي وبطلب من الله يهنيكي لو في عيوني أعطيكي ضل عليكي تطل وجك بقلبي ضل كبرت كبرت البلوت كبرت ست الكل صار بدا تتجوز تتركني وتفل ربيت بدموع العينين ربيت بالنقدي وبالدين بيجي واحد مدر منين بياخدها وبيفل الله الله جمال أرى بعضا من الدمع في عينيك الجميلتين دمع عيوني صح وأنت أتيت البارحة ومعك ابنتك الجميلة في مختبى للعمر كذلك ابنتي وهي في حالة حب أهد أهدي لها هذه الكلمات قبل زواجها أميمة صديقك جورش أنا هوي عندي الشاب اللي ممكن ياخد حد أمل هالبنات ويفل يعني عرفنا من وين اللص جمال هالحنية من وين حنون انت لك البنت بحياة الباي شغلة كتير مهمة كتير كبيرة ولما بتصير أنا بنتي صار بالعشرين شان هيك هايدي الغنية طابقة أصلا أنا من كان عمري صلى سبع سنين الغنية أنا أول مرة بشهد جموع أكتري كانت طفلي دانا بس يغنيها ما يجي ببالي إلا بنتي لأنه بالنهاية هايدي كبير انتبهت إنه بكي هلا صار عمري عشرين بالالفان وستة بمسرحيتك الزابة كبير أول مرة كان عمري أربع خمسة سنين هي تكبر وهالغنية معي عم تكبر هلا صار عمري عشرين هلا خلي لك يا رب خلي لك يا رب أنه بالنهاية بتحس إنه أولادكم ليسوا لكم صح أولادكم أبناء الحياة مثل ما قيل أستاذ جمال البي بس يكون عم يجوز بنته فيه بوجه كونتراست لقيت دمعة بعينه والباس معتله فرحان لفرحة طبعا ولكن فيه خوف رايح على المجهول بالنتجة شئنا أم أبينا فما النهينة يعني وعليقة البي ببنته طيب أنا بنتي غطاصة معي ها والله بتذكر لما وقل كفوري كان مرة لتقاينة بسهرة فعم قل له مدامتك حامل أول ولد شو جايي قال لي جايي بنت قلت له لكي نحضر حالك بدك تهستر قال لي أوف يا لطيف ليه قلت له بكرة بتشوف أنا عندي بنت عمرة ثلاث سنين أو سنتين يعني بكرة بتشوف البنت شو يعني أنا ما كنت أعرف شو يعني البنت إلا الله صار عندي بنت فمرقت لأيام وشفته رجعت مرة تانية قلت له شو كيفك انت قال له قلم هاستر مش عم روح مش عم مظهر من البيت لأنه فعلا هيك حد لخيي بأميركا نفس الشي قال لي مدامتي جايي ببنت قلت له حدر حالك هلأ صار عمرة بنتوش ثلاث أربعة وشهور عم قللك قاعد كل النهار عم بيصورها ويحطها على الإستجرام ما عم بشي بحيات غيرها البنت قصة البنت قصة بحياتي باية فبميزيلكون هيك خلونا نسأل جوش سؤال الإعلامية الإعلامية أهلا أهلا أنت بيشبهك هذا الدور؟ أنت ما ربيت أولاد؟ بيشبهني كتير بس أنا هيك تربيت هيك شفت إخواتي عم يتربوا خياتي آه وبيعتقد أنه أمي كمان هيك تربيت لأنه ربيت متل ما تربيت فأنا بيشبهني كتير هذا الزلم حقيقة ما كان فيه مجهود إلا أنه صادق فقط لغير بهذا الدور خاصة لما كان عم يحكي مع بنته لأنه حكي مع بنته كلام بتمنى كل بي خاصة بعلمنا الزكورة تمنى كل بي ياخد من هذه الشخصية لأنه قلنا نحنا ربيناك على المبادئ وعالأصول بس أنت بتعملي البديكي أنا بقلك ما تروحي لأنه ممكن تغلطي غلطة تحمليها معي كل حياتك بس أنا بتمنى عليك بس ما بفروض عليك بما معنى لأنه أنت صاحبة قرارك بما معنى أنه نحنا لما منفتح الحوار مع أولادنا هذا شيء بعزز السئة ولما بتعزز السئة بيصير خيارات الولد أحسن بكتير مفيش أجمل من الحرية لأنه مهما منعناهم سيعملون ما يبدو إذا ما نعت اليوم رح تعملها بكرة بكرة بعد بكرة فما هادي أصلا طريقة بس جمهور العوام من العام يعني بيقبل هيدا البي انت بتبلل يستفل هيدا نموذج أنا بي هيدا هيدا البي استيجامال نحنا مش عم نفرض هالنوعية من القبوة لا لا ما حد عم يفرض هيدا عام الفني عم ينعم هيدا نموذج وهيدا النموذج موجود وايجا عليك الهجوم على شخصيتك طبعا ايجا الهجوم كتير كبير على كل الشخصيت انه هلا هيك صار مجتمعنا عن القب المنفتح هو انتبه هو قلتلك يعني قال بالحرف انه أنا بقلك ما تروحي وهيدي غلطة ممكن تحملية معك كل حياتك أعطاها كل كل إذا بدك المفهوم الشرق لهيدا الموضوع يعني ما بحبك ولكن بالنقية قرارك انت سيدة قرارك أنا ما فيه افروض علاك شي بالعكس أنا لقيتها إيجابية جدا هالموضوع هي الكونه النص مأخوذ من عمل أجنبي ودم تعريبه وتغريبه وتفرنسته وأنجلته يعني يعني عمل بكل اللغات هو انعملت تسعة عشر نصر بس عفكرة هو الادابتاشن متل ما هي يعني حتى النص الإطالي يعني يحكي مع بنته فيه هو ذات ونفسه يعني ينطبق هذا الكلام هيدا البلوك أو هيدا المشهد ينطبق عكل مجتمعات العالم دكتور جمال أكيد المجتمع الإطالي فيه أجزاء منه محافظين ومحافظين جدا مش كله منفتح وانت عيش في فرنسا يا أستاذ جمال كل أبي خيف عبنته مهما كل أبي خيف عبنته بس سؤاله طبيعي سؤاله طبيعي يعني أنا مثلا هو ما تركه لما عيشت بفرنسا يا أستاذا ما تركه هو وجهه هتطلّى هتطلّى الحرية الاختيار طبعا وبيبين أنه عندهم علاقة حمينية قوية لأنه ألا أنا مربيكي على أسس معيني عندي ساقة بيقراري بيخياري تليم؟ أنا لما كنت بفرنسا عايش مثلا كان في عندي صديقة الساعة 8 لازم تفل خلص ما فيها تروح على البيت بعد الثمانية أنا رايح من البنات شو ما تقد أنه فرنسا لازم تروح على البيت ممنوع تطلّع أنه هاي بفرنسا كيف نحن مفاكّرين أنه بفرنسا عادي للصلاة في مجتمعات طبعا في كيف تلّي لا ما فين يكون بعد الثمانية بي لازم تماني يكون بالبيت وهاي بفرنسا يعني و بباريز ففي عائلات محافظة و عندهم هاي شايد الكريم بس آدّى كمان في نمازج من عائلات محافظة أولادهم بالسر آه ثربانا بيفلتو بالسر من ورا هال هل إذا بدك هل ديكتاتورية بالعلاقة فأنت مع أن يكون المجتمع منفتح يعني مع أنه الحقيقة أحسن مع أن يكون تكون العلاقة بين الأهل والولاد فيها حوار فيها ديمقراطية وبس بتودي لنتيجة أسلم أنت بتبين أنك باي مظبوط فيش وقت ابنك بيكون ناجح وبيجيب علمات منيحة وبيتخر فيه لما بيوقع بمصيب يبتوقف حده هم بتبين إذا أنت فعلا أهل أنك كن باي أو لا تربية من أصعب مهام الحياة على كل حال صديقتنا نتالي نعوم بتقولك مش مسموح هال النظرة بعيونك بآخر الفيلم لمرتك اللي هي النظرة بتفهمنا أنت شو فاهم عالقتل بمرتك كيف هيك؟ خليني خبرك هيدا الدور أنا لما نعرض علي هيدا الدور دور الأقل كلاما بالشخصيات كلها وكلهم عندهم مومنت عندهم بيك تياترال بيعبروا فيه وبيحكوا كل الشخصيات إلا هالشخصيات الماستر سين تبعها صامتة وهيدا اللي غيراني بالفين واصلا السينما شو؟ السينما لغة صورة وعندما تعجز الصورة عن التعبير بيبلش الكلام فبهي هيدا السين ما كان في داعي أنه يحكي تحكي هالشخصيات بيت كوينتو بالنوبلاس طبعه كيف بيفكر ما في داعي كان يكفي أنه ينظر يتطلع يتطلع ويعبّ هذه النظرة من مشاعر وطناقضات ولوم وعتب ومحبة وكلها ومعبا يا إلهي عبقريا النظرة عبقريا عندما السينما يعني تعبيره كتير حلو أنا في كل حواراتي تستوقفني جملك الحلوة يا جورش وبحب عيدة فأعودي للدكتور جمال ونحن ننتقل من حوارنا نحن الاثنين قلت لك أنك ستختلف مع جمال وجمال الدكتور قال كان مستعد أنه ينط على حوارنا مع بعض فأترك المجال فضله أعذرني إذا كنت شوي هيكي أجرسيفي فضله هجومي شوي أنا ضد هذا التوقف اللي أنت بتوقفه على المسرح حاليا بهاي الظروف وبهاي الأوضاع وبكل هيدا الأزمة الكبيرة أو الهائلة اللي نحن فيها أنا ضد التوقف وضد كلمة اللي قلتها أنه أنا عن شو عبدي أحكي عن أي مشكلة تعاف أنا شو لو محلك شو بعمل بعمل مسرحية كوميدية مية بالمية معزولة عن كل شي عم بيسيه بجيب اتنين أو تلاتة أو مجموعة خليني كامل خليني كامل بعمل مسرحية كوميدية بقلع علاقة بشي من اللي عمسي بك يا جمال كيف بدي ضحك لك بك تسمعني كيف بدي تضحك أنا مش قادر أضحك أنا من جو حزين يا حبيبي شو شو أكتر مراحل كان يضحك فيها لما كان حزين أنا بدي إلك شغلة أنا من جو حزين ومش قادر أعمل كوميدي فقط للكوميدي مش قادر احنا أحواج ما نكون مش قادر عم قللك بكل صرح عم قللك عم بحكيك عصاعد شخصي يعني منو ديفوار انت منك انت رايح بدك تعمل هالشغلة مني خياط ستاتة مع احترامة يعني بدي أعمل هالقطعة لأ أنا في مشاعر بدك تحسها وتقامن فيها والدواعي تكون عن جد طالعة من قلبك تروح تعمل العمل أنا ما في أعمل عمل بس تعمل عمل بحكيك كل صراحة اي 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 مضبوط أنا عملك أنا عصاعد شخصي ما عندي قدرة هلأ على التعبير المسرحي هلأ بالوقت الحالي يمكن بعد أسبوع يتغير كل شيء بس عم بحكيك لحد ديت الآن مرة بلقاء مع الراحل الكبير منصور رحباني بيقلي انه العلماء كلهم علماء النفس والاجتماع وكل المحللين لم يصلوا بعد إلى تعريف الفن إذا كان له أم ثقافي فخلينا ناخد منه جانب اللهو لمرة واحدة للترفيه نقعد نضحك مثل أي بعض المسرحيات المصرية اللي فيها كوميديا للضحك الناس بتكون مهمومة حالتها حالة نفسية بيجي بضحك على مشهد معي الفن نظرية شخصية متواضعة هو ثلاثة بيقف على ثلاثة إجراء بعد ترفيهي له بعد عاطفة ومشاعري وبعد فكري هاودي الدوزاج بدي يكون تقريباً بدون ما تقصد يعني يكون متوازن في أعمال بيجنح فيها البعد الفكري بتلاقيها شوي ناشفة وبيسموها نخبوية في أعمال بيجنح فيها البعد العاطفي وبيسموها مالو دراما بوكئية وفي أعمال بيجنح فيها البعد الترفيهي وبيقولوها شعبية أو تجارية أو إلى آخرية أنا شخصياً بحاول أني دوزن هالثلاثة أبعاد لا أقدر أعمل عمل بيرضيني إلي على القليلة لأنه أنا يعني ما عندي هاجز إرضاء الناس أنا بعمل مسرح لمتعة الشخصية وكل من بيحب يشاركني بهالمتعة أهلا وسهلا فيه وحمد الله مسائبين بيحبوا يشاركون أكتار بس أنا فعلياً بعمل مسرح أو فن لمتعة الشخصية مش ما هيك عم قللك أنا مش قادر أعمل مسرح موسيقى 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 حسيتك يا جورج كصديد قد حدت لا وليس كمهاور فقط أنا غير قادر يعني ما هذه الصدقية جميلة غاملتي أنا أنضم للجميل نحن نحتاجك يا جورج يعني يحتاجين أن نضحك من القلب وانت بتضحكنا حتى على مشاكلنا بتضحكنا علينا نحنا خليني خبرك فيه شغل تان كنت عم فكر فيه عنا سنتين كان عنا هامش وقت نفكر فيه فكر كتير مع قد ما بدك اول شي البعد بيكبر حجم الشوق لما بتبعد عن الشغلة ممكن ترجع لها بطريقة تانية بطريقة يمكن انضج بطريقة مختلفة هاي دي اول شغلة يمكن كنا بحاجة لهال انا 17 سنة نون ستوب 25 سنة بالمسرح بس 17 سنة كل سنة مسرحية 8 شهر يعني بروفات شهران 6 شهر عرض بالاسناء العرض كنا عم بكتب اللي جاي فمك كانت كانت حياتي كلها كلها وانا شاهد على ذلك كلها مسرح هلأ ارى خبرة خبرية لا تكرهوا شيء لعله خير لانه لما انا وقفت مسرح اشتغلت السينما لما عملت بيرفك سترينجرز او اصحاب ولا اعز هاي بيناتنا عم تجيني عروضات بالسينما بس هاي بيناتنا ما فينا كتير لا بيناتنا بس يعني العالم العربي لا لا عالميا انا ما فينا نقول مين تجيني عروضات عالمية بالسينما يمكن لو بقى المسرح ما كنت رحت بهيدا الاتجاه فيمكن هيدا الاتجاه يكون يكون اين اوانو اين اوانو انت ربحت نحنا اخسرنا رح قللك نظرية انا حسيني مزبوطة اذا بتوافقني عليها لاحظ بلبنان من مرجع خمسين سنة لورا خمسين شو شو قعد فترة مسك المسرح صار هو حالي برامت الايام راح شو شو بعد منه اي جمين زيادة الرحبان صحيح قعد اخد فترة وراح زيادة انه ارتاح او اكتفى متل ما بقى ايجا جورج جورج خباز وكأنك انت كسرت القاعدة يعني ما كملت او بالاحرى هيقتك مش ناوي تكمل انت بعد عندك المرحلة قدامك كان الى جانب شو شو منتجين ومخرجين مهمين اعملولو الباش القوي او الدفعة القوي لاكمل زياد يمكن اكتر بيفكر انه زياد بمجهوده الشخصي عمل كل هالعمل لا مش بمجهوده الشخصي زياد كان فيه وراه منتج كبير اسمه خالد عيتاني الله يرحمه كان خالد عيتاني ينتج كل اعمال زياد على العمياني شو يقل له زياد بدي يقل له اوكي هاي المسرح اليك روح جيب المسلين البدك ايه ونعمل البدك ايه يشتغل البدك ايه وهذا كلام شفته بعيني بأعداد مع خالد عيتاني رحمه رحمه الله اللي كان ينتج صاحب البيكاديلي والأورلي والمسارح الكبيري بالحمرة يجي زياد ياخد منه حاجته من المال ما يطلب منه بدي هالقاد مثلا يجي اليوم عايز الف ليرة هاي الف ليرة يروح يغيب له شهر جمعة عايز الفين ليرة هاي الفين ليرة بس شو عم يشتغل وعم يعمل ومسرحيته كانت بتعود سنة واثنين خلص زياد برامة ظروف معينة جيت انت انت جيت وكأنه المكان التالت اللي بعد شو شو زياد هلأ جاي انت تكسر القاعدة وتكسر الطريق وتكوع استاذ جمال اول شي بدي اشكرك خليك يا جمال جمال بدي اشكرك وبعتقد انه يعني كبيري شوية علي انه يكون بعد هالعملاقين انا عم حاول بحكيك بكل صرف عم بعمل مشوارك عم بعمل مشروعي الخاص صلي 17 سنة انا بشتغل مسرحي الخاص مش شهر وشهرين وسهر وسنتين يعني عمر عمر و بظروف صعبة كفترة زمنية اطول من فترة شو شو حتى ايه بس بظروفك الصعبة يعني شو شو من الخمس وستين لخمس وسبعين هادي مرحلة شو شو عم بحكيك عن 17 سنة من العمل الدقوب في المسرح مع مسرح يومي مع ظروف انت قلت صعبة من الالفان وخمس لالالفان وستة مرورا بكل الحروب اللي مرأت فيها هادي المنطقة ولبنان وانا ظلتني واقف على اجريي بالمسرح وعم بعرض ست شهر ست حفلات بالاسبوع بمعدل ستمائة شخص بالليلة انا ما عمل لك انت بطل تعرف لا ايه لانه عايامهم ما كان فيه فضائيات وسوشيال ميديا ومع ذلك تغرد انت على بقوة مضاعف خليني خبرك وبعدين انا المنتج ها هاي يعني انا من جايبي الخاص اول مسرحية عملتها بالالفان واربعة رحت عالبانك تديانت خمس وثلاثين الف دولار قال للمدير البانك قال لي شو بدك فيه هنا هو بدك تشتري بيت او سيارة قال لأ بدي اعمل مسرحية فرط ندحك عمل فرير قدامي قال لي اول مرة حدا بيجي بيتدين ليعمل مسرح بياخد طرطة يا مسرحية لطول ده مسرحية وصارت كل مسرحية تنتج اختها بتخوى بيقوله وانا انا من جايبتي لا انا المنتج والمخرج والكاتب والمؤلف الموسيقي والممثل على المسرح واذا احترق بروشيكتور ممكن انا اطلع صالحه بعد شوية يعني بما معناه مع حبي كبير لفريق التقنة اللي معي بقى فيه مجهود كتير كبير اللي عم بيصير بالمسرح ولشان هيك حطيتك حد شوشو زياني لك شو رح يصير وتستحق التشبيهات حبيبي تطول عمرك مع انه هذي عمالك انا بتعلم منهم بس خليني خبرك انا ما وقفت انا هلأ اخذ استراحة اخذ نفس لانقل على ضفة تانية يمكن تكون افضل لكنها تتحدث انا خبرك انا مش انه رايحة تضفة السينما انا اشتغلت غدا لانو مشتغل المسرح وتحت القاصة انا اشتغل سينما extentو وانا مش رايحة السينما contارك المسرح انا باخد نفس من المسرح تارجع على المسرح طيب شواري دوريد لحم نجح في المسرح والسينما عادل امام دوريد لحم ومحمد الماغوت نجحوا بالمسرح دوريد بلا الماغوت أخف من دوريد مع الماغوت عادل امام نجح في المسرح والسينما عادل امام كان يرتجل النز… نحنا مسرحنا مختلف لا لا مش هالقاد عن جد أنا جلست إلى عادل امام عنده نص يحترمه ويحفظه ويقدره بعد ما يشبع منه يضيف جمال بستقل لك شغلية هنحكي فنيا شو شو الله يرحمه راح عالسينما التجارية بيور طبعا بيور أنا خياراتي بالسينما مختلفة جدا أنا بشتغل أعمال بتروح مهرجنات بتاخد جوايز بتروح كان وفنيز وطورنطو وبنفس الوقت شعبية يعني بتفوت الناس عالصالة بتحضرها وبتنبسط فيها وبتفهمها أو بتفهم أبعادها ثلاثة اللي عم نحكي عنها وبعدين شو شو لما راح عالسينما راح بيجابته من جابته الخاصة خربت له بيته طبعا لأ أنا ما فيه انتش سينما أنا بيلك بانتش مسرح إيه بشروطه الانتجية المحدودة بس بانتش سينما لا أنا جزء من من إنتاج يعني ممثل أو كاتب الأخرين بس أنا بدي مسرحي أنا يا خي أنا جمهور حتى أنا بدي مسرحيكم دين ضحكني حتى نحلله هالسؤال للاستاذ جماع ضحكني بدي تسلخي بدي يضحك بدي شيئك هيدا العتم اللي هو عتبانه ممكن إنه ينحل إذا حدا تاني يشتغل معك يعني إذا عملت عمل مشترك مع حدا مثل هاني سبليني مثل أميم الخليل أنت بدنا نشتغل هالشغل هاني بتشرف الإعلامية ودخلت باب الإداد سنخرج بفاصل موسيقي مع بيقضتش لنا الأفكار الحلوية شفت مع مع جابي مع حبيبي جابي يلا جابي شو بنا نغني بس فيهاي على لبنان قريبا عملتها بمسرحيك مش مختلفين للأسف يعني بتحكي عن كن وقعنا لَّل دي وصلنا لأ دي وصلنا لأ عالبنان قريبا نحن نزلين للعشقة و للفوضى شو مشتاقين للكهربة المقطوعة للمياه المقطوعة للطرقات المقطوعة وللنصبين شو مشتاقين عالبنان قريبا نحن نزلين للعشق و للفوضى شو مشتاقين للمياه المقطوعة للكهرباء المقطوعة للطراط المقطوعة كلنا الصابين شو مشتاقين زهقنا من الوقفي بالصف اشتقنا نسمع ضربة كف اشتقنا الفتورة ملغوم اشتقنا للقصبي المفروم اشتقنا للأحم المشوية للهبرة اللي كب النية اشتقنا الحرق لتوليم اشتقنا الجسر جل الديب بعد إبنان قريبا كان بعد الجسر جل الديب طيب للعجأة وللفوضى شو مشتاقين للطرقات المقطوحة للمياه المقطوعة للكهرباة المقطوحة وللنصابين شو مشتاقين خسر عامل دبو إقامته في لبنان لما قصوا هالغنية وحطوها واحدة لبعد لامة إنه عم تعمل دعاية سيئة للبنان ولكن هي منا بروموسيون سياحية نحن عم نحكي عن شخصيتان عايشين بلندن لا بالشخصية ضمن سيئة المسرحية إلى سيئة الأغنية مفهوم فأنا ما بعمل أغنية فلت قليل يعني زمطت كبرة البنوت لأن تحكي هالموضوع بس ما بعمل غنية فلت الغنية بخدمة المسرحية أو بخدمة الحبكة أو الحدث أو الشخصية صدق إني مش بختلفين حضرتها أكتر من عشرة مرات بلاحظ مش عم يخلوني أسأل ولا سؤال خلوني فلوا خلوني فلوا كاملوا ثلاثة رجال هلأ ست وثلاثة رجال الحلقة اللي قبلك كان رجل وثلاثة ستات رجل وثلاثة ستات طيب لما بتعمل موسيقى إيه أنت بتعمل موسيقى مسرحياتك أو أعمالك ليش يعني هل هو إنه حاجتك أنت أو بدك يكون فيه موسيقى مختص عم بيشتغل معك هالموسيقى وما قادر تلبي الاحتياجات المادية لهذا الشيء لا أنا بحب أنا ما بطرح حالي مؤلف موسيقى ولا بطرح حالي شاعر ولكن بحب بحب أعملهم يعني عندي لزة إني أطبخ غنية بسياء الأحداث بس ما بتاخد أبعاد تانية بعمل لحن في روحية المسرح أكيد في دراماتورجية مشكل ملحن بيعرفي لحن للمسرح بدك تقعد تشتغل انتوية بدي أقعد تشتغل انتوية هلأ أنا مشكلتي كمان عدا أنه أنا بحب أشتغل أنا مع نفسي عندي عامل الوقت يعني معنا لوكس الوقت نحنا نقعد نطبخ لعمل سنة وسنتين فشوية انتنسيف الشغل عنا بالبروفيت والتحضير وإلى آخر غير إنه بيطلع العمل عنده هايك يونت متكاملة في شمولية بعيدا عن تشبيه يعني كمان بيرجع بقلك لما بتحضري وودي ألن أو لما بتحضري تشابلين أو لما بتحضري كل هود الناس اللي هن كانوا يعملوا مسيئة كمان أفلامهم أو مسرحياتهم مثل زياد الرحبانة العظيم إلا أخيري فأنا بحب هلأ بيوم للايام إذا حسيت حالي إني مش قادر قوم بواجبي بمرحلة من كل المراحل حتى الكتابة والإخراج والإنتاج والموسيقى بيستعين بغير بس طالما أنا قادر إن أعملهم كلهم وراضي عن هيدا شيء أكيد لما بتجيب ملحن تاني برؤية تاني بيتضيف أكيد بيتضيف بس هيدا شيء بده تحضيره بده هامش وقت كتير كبير بس هيدا يعني شيء كمان يعني كمان نحنا بحاجي إلوه نحنا بحاجي لأمكانياتك بأعمال لغيرك يعني مش بس مسرحك أنت يعني نحنا بدنا شخصيتك وبدنا كتابتك أنا حاضر أنا حاضر أنا حاضر بدنا أنا حاضر لا حتى عملت مثلا يكون موجود بشغلي مثلا بتتذكري مسرحية رفقة مثلا كتبت وعملت إخراج لحن مرسال خليفي وخالد مزنر وشرب الروحانة وإلى آخر عملتها ببعض المطاري حتى مثلا بغدي أنا رفضت إني أعمل موسيقى لأ أنا كان بدي أتفرغ للتمثيل بالسينما فحدا تاني عمل موسيقى ونفتح لهذا الموضوع إذا عندي الوقت والإنتاج الكافي جورج أنت غزير 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 الأفكار وغزير الإنتاج بس في يقول شغلة بيفتكروا أني غزير أنا نشيط في فرق يعني أنا دوام عملي طويل بس كي سنة أنت عم تعمل الفكرة جديدة إيه بس هي تبقى بس عم تاخد سنة تحضير سنة 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 يعني يعني ما نهايني كمان سنة طويلة يعني أنت بتوصف حالك نشيط ولا استغزير إيه لأ يعني عمل بالسنة بيفكر أنه الأعمال ورا بعضها بس هي فعلا عمل بالسنة إيه عمل بالسنة بس عمل مسرحي بس خليني خبرك لما أنا بلش أعرض بتشرين التاني بعد أسبوعين بلش فكر بالعمل الجديد أنا عم بعرض ساعتين بالليل عندي 22 ساعة تانيين أوكي فبلش فكر بالعمل الجديد أنا وعم بعرض بيكون العمل هدايك عمين كتب شوية 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 ما بتغير رأيك يخلص أول دراف بلا بتغير يعني بتكون بلشت فكرة بترجع بتغيرها بغير بتوت بغير شيء إيامة في قصص نحطت بالجرور أو نكبت بزبالي أو تخزقت بأرضها أكيد بتغيرها بتلحق بها سرعة ما بتش قصة بتلحق قصة بعطي بعطي وقت بقعد أربعة وخمسة وستة وسبع ساعات وما يما أنت غنيتي عجقة حكي وهو عنده عجقة عمل عجقة شغل عجقة إبداع حتى مش عجقة صديقي كل الأمور منظمة لأنا هيك غميت للصنارة بدي أقط في غنيه كل الأمور منظمة عندي براسي أغني في براسك مويل طرقات وضجيج ده بدي أخدها حكي وعجقة حكي حكي وعجقة حكي صار الحكي شحاد عم بدور من باب الباب حامل معوم ذات الحكي لا يتكي لا يتكي صار الحكي شحاد عم بدور من باب الباب حامل معوم ذات الحكي لا يتكي لا يتكي لكن شي ضابط يا عم لا يتكي ونحن نصل إلى نهايات هذا المحاورة الجميلة أترك لك كلماتك الأخيرة في الحديث لجورج يعني أنا هو بيقول نشيط وغزير الإنتاج وأشياء الحلوة بس جورج حالة نادرة صارت عنا بالبنان أنا مش جاي جامله بس وفعلا بتحسه بكل بات في إله محب وفي إله معجب صامت يعني جورج الأقل حضوراً بالإعلام باللبنان من بين اللي بيشتغلوا هيدا المجاب تلاقيه دايماً متخبي وراء أعماله الناس بيحبوه بدون ما يحكي معهن عادةً الفنان بيطلع بيحكي مع الناس بالإعلام بيطلع بمقابلات دقاءات بيصيروا يحبوه بيولفوه بيصير أليف على البات هو بدون ما يقول والمسرحات مش عم تعرض على التلفزيونات بشكل غزير فحضوره من خلال المسرح عند الناس بقلوبهن رغم قلة ظهوره الإعلامي بتدل قده هو قادر يخترق عشان هيك أنا مصر وألح وأشدد إنه إذا بيعملنا عمل كوميدي هيك بس لايت كوميدي حلوة نعود نضحك عمله استددف كوميدي يلا إن شاء الله قريباً ونصير نحن بهالهموم اللي عايشينا كل يوم بس يوم ثابت نروح هيتها وروح نضحك بدل ما كل يوم يجيبوه لنا الضحك على التلفزيون ويفرضوه علينا إنه اللي بيجي على التلفزيون هو مفروض عليك صح بس اللي بتروح له إنت على المسرح إنت رايح له وهنا الجمالية يعني هون الحلو إنك إنت تقدر تجيب الناس سنة بتقعدهم قدامك وتدفعهم حق القعدة ليك قديش حلوة القصة بتكون فمشين هيك أنا أرجوك عم بقنعك فكر بالموضوع مش عمقلك ننفذه بس فكر فيه إنه قدية بتكون حلوة إذا قدمت هيك مسرحية ما إلا علاقة لا بالواقع ولا بشي مجرد هيك شوية فوتفيل على كوميديا على شي حلو يمكن مثل أي مسرحية ما فيها سياسي ما فيها ناقد ولا تلطيش والحركات اللي بيعملون بالمسرحية خليها مسرحية كوميديية مثل مولياء مريض الوهم البخيل اللي بتضحك بس ضحك للضحك نحن اليوم مش بس بالبنان أحواج ما نكون إلى الضحك بالعالم العربي كله قبل بالعالم ما يبلش بأوروبا هلأ صار بدول يضحكوا بعد الكورونا صح فأنا بقول الحوار معك ممتع فكيف لما نكون عم نشوفك على المسرح حبيب قلبي مرسي استهلا واختار هيك لغتك البيضة حتى إذا روحت ع تونس أو على المغرب أو على مصر يقدوا يفهموا لغتنا ما طلبك مني ما رايح مع عماد على تونس هلس يلا وريد لحام غير من أعكاسك يا وطان على نخبك يا وطان على نخبك يا وطان حتير بكلمة بعض الكلمات اللي ما لإلى معنى سلبي حلو فنحنا عنا كلمات ايه ممكن شكون بغير معنى بس بليش ببالي إنه إذا بتجيب شخصية فيها عادتها بتحكي بالفصحة بطريقة ساخرة فبيطلع البطل عم يحكي بالفصحة والكل اللي حي فاول لغته بس اللغة اللجة اللبنية منتجرة يا جورج بطلة موزيع أخبار مثلا قرفتهم وبيحكي مع مرت وولاده بالبات بالفصحة تبا أسعد الله وأوقاتكم للأسف الوقت في رحلات المحبة والإبداع الجميل سيف قاطعون جورج عماد أنا أحبك كتير وأنا أكثر وعن جد بنتر للقاء معك لأنه منه مقابلة ترديسيونالة يعني تقليدية جلسة بيحس حلو واحد مرتاح وعم بيقول لي بقلبه ونحن صرنا بأمثل الحاجة للصدق للحقيقة ألف شكر على جمال صدقيتك إبداعك دعه يكون غزيرا شكرا لنشاطك الذي يدخل فينا فرحا نستجديه في وقت الأزمات حبيبي وفي وقت غير الأزمات إلى اللقاء في أخر الكلام أخر الكلام أخر الكلام أخر الكلام مائمات 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 مائمات